السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله شباب النهاردة مكملين معكم في المراجعة والنهاردة بنتعامل مع ملف أنا شايفه مهم جدا جدا وهو ترجمات اختياري متوقعة لامتحانات الثانوية العامة من موقع لونجمان بالمناسبة موقع لونجمان اللي هو المتخصص في نشر المناهج بتاعة وزارة التربية والتعليم الخاصة باللغة الانجليزية ان شاء الله شباب ما تنسوش بقى الشير واللايك عشان تعم الفائدة للجميع نقول بسم الله توكلنا على الله في البداية في طبعا بالمواصفات الجديدة اللي احنا عارفينها الاختياري جايب لي هنا ترانسليت انتو انجليش وهنختار طبعا ايه افضل ترجمعي في البداية جايب لي تهتم وزارة التربية والتعليم بتقرأ الجملة كويس جدا سواء كانت عربي او انجليش تهتم وزارة التربية والتعليم بتطوير المناهج لخلق مواطنين قادرين على مواكبة التحديات المختلفة مختلفة في كل مناحي الحياة في البداية يا جماعة طبعا انت بتبقى انت وانت بتقرأ كده عارف او بتشوف الكلمات اللي انت عارفها زي مثلا كلمة تهتم هل هنجيبها اللي هو مثلا يعني كيرز اباوت ولا مثلا نقول بايز اتنشن ولا ولا وطبعا انت بعد كده بتستعرض بقى الترجمة اللي هو عارضه عليك اللي هي ام سي كيو نشوف كده زي منستري اوف ادوكيشن حلو قوي الطريقة اللي انا بتتبحها جماعة معرفش دي تنسبكم ولا لا بس انا شايف انها ماشية معايا كويس جدا واعتقد انها تنسبكم انا ببص في الاربع الاختيارات زي منستري وفيديوكيشن زي منستري وفيديوكيشن زي منستري وفيديوكيشن تمام ماشية معايا سليم قوي نكمل بقى هل هستخدم لا انا طبيعي عايز اقول يبقى الاولانية كده راحت من البداية ابتدي بقى اركز في التلاتة البقيين يعني بتقلل الاختيارات قدامك هنا نبتدي نقرأ بقى اف بي ماشية معايا اللي هي المناهج والمفرد منها اللي هو كريكيلم توبيلد اوب سيتزينز who are unable دي معناها غير قادر انما احنا عايزين ايه اللي هو بيقول لي مواطنين قادرين يبقى انا خدت بالي يبقى فيه اتنين راحوا مني دلوقتي هبتدي بقى اركز فيه c و d هنا is concerned حتى اكمل على طول زي ما هو ماشا who are able to cope with اللي هي مواكبة the various challenges in all fields الترجمة دي مناسبة جدا مناسبة جدا طيب الاخرانية بالمرة لعله وعسى يكون فيه افضل the minister of education is concerned with developing Egyptian citizens المواطنين تطوير المواطنين المصريين لا طبعا يبقى اجابة بتاعتي طبعا بتراجع كويس والطريقة اعتقد اللي انا بقولك عليها دي ان شاء الله هتناسبكم جدا translate into Arabic نشوف ترجمة تانية من انجليزي العربي بنعمل نفس الحكاية بنقرأ الجملة كويس the world is witnessing يبقى خلاص انا كده هترجم فيه المضارع المستمر تشهد او يشهد العالم يشهد الاطب epidemics اللي هي الاوبئة such as the coronavirus pandemic جائحة coronavirus which has killed cutlet millions of people and affected the world economy seriously حلوة او نبتدي بقى نقرأ يشهد العالم الكثير من الاوبئة يشهد العالم الكثير من الاوبئة شاهدة دي جايبها في الماضي بقى دي مش استخدمها يشهد العالم الكثير من الاوبئة لحد كده الثلاثة ماشيين مزبوطين مثل جائحة فيروس كورونا الذي قاتله ماشي حلو جدا متوافقه مع الكلام مع الترجمة اللي هي الجملة الانجليزية ملايين البشر واثر بشكل خطير على الاقتصاد العالمي الاولانية دي مناسبة جدا يا جماعة طيب تعالوا نشوف التانية مثل جائحة فيروس كورونا الذي اصابه الاف هنا كلمة اصابه انما هي قتله طيب نشوف الاخرامية نعمل اللي علينا مثل جائحة فيروس كورونا الذي اثرى حلوة اوي لا طبعا مش نفعه يبقى الاجابة عندي ايه نكمل مع بعض كده جماعة بنفس الاسلوب وبنفس الطريقة ان شاء الله الطريقة دي تكون كويسة كويسة معانا جدا اللي هي تقليل الاختيارات يعني ايه بنشيل الحاجات اللي هي مش مناسبة معانا يعني هنا ترانسليت انتو انجليش ترجم الى اللغة الانجليزية ونختار انسب حاجة طبعا اللي هي تشوزة كوريكت طبعا طول الحكومة المصرية اهتماما عظيما بالمرأة حلوة اوي حيث منحتها الاهتمام الوفير وجعلتها تشغل ارفع المناصب في مختلف الميادين نبتدي بقى مع بعض زا ايجبشن جوفنمنت باي طبعا احنا بنعمل الحكومة معاملة المفرد يبقى بايز المفروض انها تبقى بايز انتنشن بس انتنشن بمعنى ايه نية ترجمناها اهتماما كبيرا او كثيرا و جعلتها تشغل اعلى المناصب و جعلتها تشغل اعلى المناصب دي مناسبة معايا يا جماعة نعمل اللي علينا زا احنا ماشيين زا اجبشن جوفنمنت باي لا خلاص مش نعفع بقى كده يبقى الاجابة عندي هي سين نشوف هنا جملة باللغة الانجليزية هنطلع افضل اجابة بالعربي هنا بيقول لي accepting others ليقبول الاخرون او اسف قبول الاخرين او اسف قبول الاخرين is a highly civilized trait تريد دي معناها صفة او سمة that we all should have you can express your opinion and respect the opinion of others انت تتعبر عن رأيك وتحترم اراء او رأي الاخرين as well هنا بقى نقول ايه يعتبر كبول الاخرين سمة متحضرة مظبوط للغاية يجب ان يتحلى بها جميعا يمكنك التعبير عن رأيك واحترام اراء الاخرين ايضا دي مناسبة معايا طيب هنا يعتبر كبول الاخرين سمة متعصبة لا احنا بقول ايه سمة متحضرة يبقى دي مش نفع طيب يعتبر كبول الاخرين سمة متحضرة للغاية يجب ان نتحلى بها جميعا يمكنك التعبير عن رأيك والاحتراس لا هي احترام نخل بالنا للكلام يعتبر كبول الاخرين سمة متحضرة لغاية حيثه يجب ان نتخلى لا طبعا هي نتحلى يبقى الاجابة عندي يا جماعة طلعت الاولانية اللي هي ايه نشوف كده جملة بالعربي جملة مواكبة للاحداث الجارية يعني ان اتباع الاجراءات الاحترازية اللي هي Precautionary measures لامر ضروري لمنع انتشار فيروس كورونا وتجنب الاصابة بهذا المرض الخطير الذي يهدد حياة الناس وخاصة كدار السن حلوة برضو احنا بنعمل كده ونقل نقلص الاختيارات نشوف كده مع بعض following precautionary measures is necessary to protect لحماية اما اللي هي فوق عندي ايه اللي منع هي لحماية انتشار ولا اللي منع انتشار يبقى دية راحت خلاص يبقى الاختيارات بين ثلاثة دلوقتي is necessary to prevent ماشي حلو the spread of the coronavirus and avoid infecting وتجنب infecting اللي هو ايه عدوى بس دي في حالة المبني للمعلوم هالعاد ايه يعني لو كان قال لي avoid infecting others انما هو ايه ان الشخص يتجنب انه يتعدي يبقى انا عايزة مابني المجهول يبقى الصيغة في الحتة ده مش مظبوطة تعالى نشوف اللي بعدها following precautionary measures is necessary to invent لا طبعا invent دي معناها يخترع مش نفع يبقى العين على الاخرانية بس طبعا لازم نتأكد following precautionary measures is necessary to prevent the spread of the coronavirus and avoid being infected with this serious disease that threatens الذي يهدد the lives of people especially the elderly يبقى الاجابة عندي هي دي جملة باللغة الانجليزية هنختار الانسب والجمل دي جماعة متوقعة لي لانها مواطبة للاحداث some people believe that social networking يعتقد بعض الناس in اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي play an outstanding role do there is in strengthening تقوية human relations في العلاقات الانسانية while others think they make relations look warm look warm اللي هي معناها فاتر يعني الاخرين بيعتقدوا ان هي المواقع التواصل الاجتماعي بتخلي العلاقات فاترة تعال نشوف مع بعض كده برضو بنفس الطريقة يعتقد البعض ان مواقع التواصل الاجتماعي بفضل اقرأ لحد ما شوف الغلطة قدامي تلعب دور عابرا لا ده هي دور بارز طيب يعتقد البعض ان مواقع التواصل الاجتماعي تلعب دورا بارزا في تقليص العلاقات العلاقات ولا فيه تقوية لا فيه تقوية هو هنا جايب لي تقليص طيب يعتقد البعض ان مواقع التواصل الاجتماعي تلعب دورا بارزا فيه تقوية العلاقات الانسانية بينما يعتقد البعض الاخر انها تجعل العلاقات فاترة دي مظبوطة وركبة كويس يعتقد البعض ان مواقع التواصل الاجتماعي تلعب دورا بارزا في تقوية العلاقات الانسانية بينما ينفل بعض لا طبعا يبقى هي هنا الاجابة عندي سي تمام يا جماعة تمام نشوف الصفحة الاخيرة هتشلتنين معايا همت نقول ايه تتأثر البيئة بالنشاط البشري في شتى مناحي الحياة لهذا السبب يعد الانسان اهم عنصر اللي هو element في الحفاظ على البيئة او تدميرها نمشي بقى بالطريقة اللي احنا تعلمناها نقلص الفارق The environment is affecting by هي is affecting جاية معلوم بس بقول لي by human activity هي تتأثر بابن المجول يبقى دي ما تنفعنيش يبقى أنا اختار من ثلاثة The environment is affected by human activity in various walks على فكرة كلمة walk هنا اللي هي معناها اصلا يمشي ويسير والكلام ده ممكن تيجي بمعنى اللي هي شتى نواحي مضبوط Of life For this reason man خلي بالنا هنا من كويسة جدا حتى فوق كانت زا من بالمناسبة جماعة كلمة من لو احنا عرفناها يبقى معناها الرجل انما لو جبناها من غير ادوات خالص تبقى من الانسان اللي هي الانسان طبعا اللي هو المذكر والنسي اللي هو اسم جنسي للانسان عموما يعني The most important element ماشي كويسة جدا اهم انصر In be reserving or destroying the environment هنا B تعتبر ماشي حلو قوي يا جماعة طيب C طبعا انا بعمل اللي عليها انا اخترت خلاص بس بعمل اللي عليها وده اللي تعملوه في الامتحان عملية الاختياري خلت ان الوقت بقى فيه وغفرة عنده نخلي بالنا يعني The environment is infected by human activity activity in various walks of life For this reason man is most important طبعا هي the most طب نشوف الاخرانية By human activity in various walks of life For this reason man is the most important element In deserving لا ده deserving ده استحق يبقى الاجابة عنده طلعت به زي ما احنا اخترنا اخر واحدة يا شباب بيقول لي Egypt is always proud of its distinguished men of arts اللي هما رجال الفنون مصر دائما فخورة أو تفتخر أو تتباهى بي رجال الفنون المتميزين نجيب محفوظ was the first Egyptian novelist to win the Nobel Prize for literature يبقى هنا للأدب جائزة نوبل للأدب عام طيب تعالا بقى نشوف كده مع بعض تفخر مصر دائما برجال الفنون المتميزين نجيب محفوظ محفوظ هو اول رواقي مصري يفوز بجائزة نوبل للسلام احنا عايدين فوقه وخلينا بقى نقول من كلمة literature اللي هو الأدب أو الأداب طيب هنا لقيت برضو كلمة للسلام يبقى دي راحت انا كمان يبقى انا بختار ما بين اتنين طيب خر مصر دائما برجال الفنون نجيب محفوظ اه للأدب مزبوط كده يبقى C ماشية كويس طيب اخر واحدة خلاص لمحت كلمة للسلام من غير لا انا اخذت الاجابة C شكرا على حسن استماعكم وشكرا على تفاعلكم واللي عنده اي استفسار يا جماعة او ترجمة او اي سؤال من اي نوع يخطوا في التعليقات وشكرا على حسن استماعكم مرة تانية وتحياتي مستر جلال حسنين والى اللقاء في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته